شهد اليوم الأول من عيد الفطر المبارك عبور 95 السفينة بقناة السويس بحمولات صافية تصل إلى 5.6 مليون طن وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيسية قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم رقما قياسيا جديدا على صعيد أحصيات العبور اليومية محققة ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة وأكد الفريق ربيع عن الطفرة الكبيرة التي تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة ما كان لها أن تتحقق لولا مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة